المتابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى يجر المفعول به باللام وما اسم هذه اللام يجر المفعول به باللام عندما يضعف العامل فيه ما معنى العامل؟ العامل هو المؤثر في المفعول به أو هو الذي ينصب المفعول به وما هو الذي ينصب المفعول به هو الفعل وقد درست قبل ذلك الفعل المتعدي والفعل اللازم وعرفت أن الفعل اللازم يكتفي برفع الفاعل أما الفعل المتعدي فيرفع فاعل وينصب مفعول به إذن الذي ينصب المفعول به هو الفعل إذن الفعل هو العامل ولكن أحيانا يقوم مقام الفعل المصادر والمشتقات في العمل فالمصادر أحيانا تعمل عمل الفعل والمشتقات أيضا تقوم مقام الفعل فما معنى ضعف العامل؟ مثلا الفعل إذا سبقه المفعول به أصبح تأثير الفعل على المفعول به ضعيفا فهنا يحتاج أحيانا إلى لام وأيضا إذا عمل المشتق والمصدر لأن المصادر والمشتقات لا تعمل بالأصالة وإنما تعمل بالنيابة عن فعلها أو تعمل عمل فعلها وما اسم هذه اللام؟ سماها علماء النحو لام التقوية وهي لام مزيدة لتقوية عامل ضعفا والعامل هنا هو الفعل الثلاثي إذا تأخر عن مفعوله أو قل إذا سبقه مفعوله أو ما يقوم مقام الفعل مثل المصادر والمشتقات لأنها فروع أما الفعل فيعمل أصالة الأمثلة قال تعالى أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون تعبرون بمعنى تفسرون الرؤية هنا مفعول به وتقدير الكلام في غير القرآن الكريم إن كنتم تعبرون الرؤية أي إن كنتم تفسرون الرؤية فالرؤية في الأصل مفعول به وهي ما زالت مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا ولكن لماذا احتاج الأمر إلى هذه اللام لأن تقدم المفعول به على الفعل جعل تأثير الفعل عليه تأثير ضعيف ولذلك احتاجت لهذه اللام التي تسمى لام التقوية إذن إعراب الرؤية مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا مثال آخر للتوضيح يظلم الفاسق الناس هنا يظلم فعل مضارع والفاسق فاعل والناس مفعول به عمل الفعل في المفعول به مباشرة لكن عندما وضعنا مكان الفعل اسم الفاعل واسم الفاعل فرع من الفعل وبالتالي هو يعمل لا بالأصالة وإنما يعمل لشبهه بالفعل قلنا يا ظالما للناس اتق الله إذن اللام في كلمة للناس هي لام التقوية وهي لام زائدة فتعرب كلمة الناس مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا مثال آخر شرح المعلم الدرسة شرح فعل ماضي المعلم فاعل مرفوع بالضمة الدرسة مفعول به أعجبني شرح المعلم للدرسة شرح هنا مصدر من الفعل شرحة ويعمل عمل الفعل ولكن المصدر أضعف من الفعل في العمل وهو هنا أضيف إلى فاعله المعلم هنا مضاف إليه ونقول من إضافة المصدر إلى فاعله أما الدرس فهي مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا واللام هنا لام زائدة وقلنا أنها تسمى لام التقوية مثال آخر قال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هنا كارهون اسم فاعل عامل والتقدير في غير القرآن الكريم ولكن أكثركم تكرهون الحق إذن الحق مفعول به وهنا جاءت مفعول به لإسم الفاعل وقلنا أن اسم الفاعل أضعف من الفعل وهنا اجتمع ضعف آخر وهو التقديم حيث إن المفعول به تقدم على عامله إذن اسم فاعل أضعف من الفعل والتقديم كمان زاده ضعفا على ضعف فاحتاج الأمر إلى ما يعرف بلام التقوية إذن للحق مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا تعليق في الختام ليس معنى أن اسم الفاعل والمشتقات أضعف من الفعل أنها لا تنصب المفعول به مباشرة في كل أحوالها ولكن نجد كثيرا أنها تنصب مفعول به وأحيانا توضع فيها اللام التي تسمى لام التقوية ونقول مثلا يا متقنا عمله جزيت خيرا فهنا عمله مفعول به منصوب ولم يحتج إلى لام تقوية ويصح أن أقول يا متقنا لعمله جزيت خيرا فالمسألة مسألة بلاغية لكن ليست قاعدة مضطردة أن كل اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر يحتاج لنصب مفعول به لام التقوية وفي القرآن الكريم قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد فباسط نصب مفعول به مباشرة وهو كلم الذراعيه دون لام التقوية فانتبه عزيز المتابع فانتبه عزيز المتابع فانتبه عزيزم beleمجة ما؟ فانتبه عزيز المتابع فانتبه عزيز Customer